فيفري إسناد قروض مالية من قبل صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء إذن نمر لهذا الموضوع بأكثر تفاصيل إذن أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهية لأنه بداية من شهر فيفري الجارية ستعود منظمة القروض من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتتراوح بين القروض الشخصية وقرض السيارة وقروض للبناء أي لسكن مع الترفيعة في المبلغ وبنسبة فائض ضعيف لمراعاة الوضعية المواطن وأضاف في تصريح له اليوم أن توفر موارد مالية جديدة للصندوق الاجتماعية يمكنها من التعافي وذلك في إطار تنويع مصادر الصندوق إذن كان خبرنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر